السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نتكلم عن اهم مشكلتين ممكن يواجهه اي حد لو عايز ينزل برنامج اندرويد ستوديو المشكلة الاولى ان مش عارف ينزل برنامج اصلا عشان نوع الويندوز 32 بيت او المشكلة التانية نزله وبتدا يستطابه فعلا بس بتظهر زي اللي في الصورة ديت ميسنج اس دي كاي نتكلم عن الحل حل المشكلة ديت في الفيديو بتاع النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو عشان اكبر عدد من الناس يستفيد واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يلا نبدأ اول حاجة نفتح جوجل كروم وعنكتب عنكتب في البحث اندرويد ستوديو داونلود اندرويد ستوديو داونلود اندرويد ستوديو حتى ندخل على الموقع الرسمي نضغط على اول واحدة ظهرت لنا اول حاجة نشوفها اللي احنا ازاي نحمل اصلا داوات لو نضغط اندرويد ستوديو لو نوع الجهاز عندكو 64 بيت بس احنا عايزين ل 32 بيت فهننزل تحت وبعدين هنضغط في البلادفورم هنا فيش 32 بيت فهننضغط على داونلود اركايفز حولتنا على الصفحة دي هنتك ايجري وبعدين ندخل دا زي ما بيقولوا الارشيف بقى الحاجات القديمة بقى نختار اخر نسخة كان فيها ويندوز 32 بيت اللي هي انا لقيتها في تلاتة نسخة تلاتة ستة تلاتة ايه انا بوريكو دلوقتي في لحد ما انا وصل مكتوبة 32 بيت نضغط عشان نحملها انا قريدي اصلا محملها ومسطبة البرنامج لان انا قبل ما كنتش عاملة في خطتي اللي انا صور في فيديو دا اه حلت المشكلة بس ايه كده بقى عن اه اعمل له اكترا هير وبعدين دا البرنامج كده نزل عادين بقى فضلنا الاس دي كي هننزل كده دي الصفحة الرئيسية عادي صفحة الصفحة الرئيسية اللي احنا جبناها ننزل تحت بعد الداونلود بعد الداونلود بعد ديت ننزل شوية كمان لحد ما نلاقي الاس دي كي تحت هنضغط بقى على حسب انتو عندكم ايه انا عندي الويندوز ف هضغط على الاول واحدة الويندوز دين داونلود بعدين عا تنزل انا عشان من ازدلها ف هنسلهم الاثنين بعدين اعملها بردو زي ما عملت اكترا هير بس عندما كنت بصور الفيديو ده كانت الماوز بتاعتي بس ما علاقة شوية ثم def redo سلط Christians نعم Nadal نقطع الثان الثانية نقطع 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 لازم الخطوة دي مهمة جدا ان اضغط ان ادخل على الاول واحدة ظهرت وبعدين انزل لحد ما حق ايوة لحد ايه اضغط على برضو اهي في الويندوز والماك والعلى حسب بقى النظام عندك اختار وانا عندي ويندوز برضو اخطاء حمل اول واحدة نزلت الخطوة دي مهمة جدا من غيرها تظهر مشاكل كتير اوي في الاس دي كي فهعمل لها برضو اكترا هير عمل اول حاجة هعمل فايل باسم الاس دي كي وبعدين هادخل في التولز وعدخل في الملف مضغوط بتاع البلاتفورم دي مهمة جدا الخطوة دي هعملها اكترا هير وبعدين الخطوة دي مهمة جدا من غيرها تظهر مشاكل كتير جدا في الاس دي كي اثناء تسطيب برنامج الاندرويد ستوديو كده عمسح ملف المضغوط دهوت كده احنا مش هايزينه اهم ده شكل الفولدر بتاع سوف افتح برنامج الاندرويد ستوديو انا زي ما قلتلكم ان هو اصلا انا من ازدله مسطبة لكن اتظهر معكو دائما اتظهر مختلفة تماما ولو انتو منزلينه اتظهر معكو open sdk manager انا امتلكم اجيب لكم لان نبقى مثلا على الخطوات انا امتلكم من قائمة فعل امتلكم الاعدادات عشان اجيب الاس دي كي اعمله ايه كده اجيب الاعدادات اهي الاعدادات زهرت الوجه ديت هتظهر عند كله انا الاس دي كي عندي متفاعل زي انتو شايفين انا اضغط بس لو مش متفاعل عندكم وكله مش متفاعل هتضغطوا على ادت تمام وبعدين تظهر لكم دي فقا تختاروا من علامة الفولدر الموجودة ديت هنختار انا اختارها وبعدين نحدد بقى انتو حطين الفولدر بتاع الاس دي كي فين تختاروا مكانو انا حطا في في الاس دي كي فين تختاروا مكانو انا في الخطوة ديت كنت يعني مستطبة البرنامج كده الجزئية ديت انا كنت بصور حتى اتلاحظوا في الساعة انا المقطع ده كنت مصوراه وانا بصطب البرنامج اصلا ام يعني قررت اخدت قرار اللي انا صور الفيديو ده هوت لما في اخر لما حلت المشكلة بصراحة كده بيتسطب الخطوة دي هتاخد معاكم بتاع حوالي عشر دقايق او او خمس دقايق على حسب سيبوه يعمل براحته انا كان الخطوة دي باي وقت تمام كده كده فتح هاختار اللي اللي هي الجافة وبعدين فنش وبعدين ايه فولدر الاسدي كي بعد كده هتلاحظوا في ان في يعني في في فولدرات تانية اضافت معها وحاجات تانية اضافت بقى البرنامج اندرويد استوديو نزل حاجات اللي واعيزة بتاعت الاسدي كي بس هم غير البلاتفورم مش هيعمل حاجة انا جربت كتير كده البرنامج زي ما انتوا شايفين فتح وشغال عادي انا لست مكتدقة في البرمجة فيعني اعذروني معرفش اي حاجة عن البرنامج حاليا بس حليت مشكلتين كانوا قفين معايا انا شخصيا قعدت ادور عليهم كتير او على حالهم ما وصلتش بس في الاخر الحمد لله وصلت حلات المشكلة يعني محدش كان بيتكلم عن نت خالص على حتة بلادفورم بس يعني الحمد لله وكده في نهاية وحنا كده برنامج شغال وتمام جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وعذروني لو انا متوترة شوية لو انتوا لست جداد في القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته